اهلا بكم ابطال اولى سنوي النهاردة انحل مع بعض الاختبار الخامس كتاب الامتحان السؤال الاول امامك صورة للنشاط الزراعي في مصر فرعونية استخلص الكيمة المتضمنة في الصورة هي المشاركة الامانة التواضع التواصل ان في الصورة اللي قدامنا واحد امراته او واحدة ست واحد راجل بيشاركوا بعض في اعمال الحقل بيساعدوا بعض فيها فبالتالي الاجابة هتكون المشاركة اتنين ستك النواية ليس كافيا لنجاح العمل ينطبق مضمون المقولة السابقة في مصر فرعونية على الملك نعرمر تحطمس الثالث رمصيس الثاني اخناتون طبعا احنا عندنا حاجة اسمها فشلت دعوة اخناتون رغم ستك نوايا يعني عايز يقولك الملك ده رغم ستك نوايا اللي هو كان عايز يوحد الاليها في اله واحد وقرص الشمس فشلت بالسبب عندنا ان اعوانه وهو برضو حاول يفرد المذهب بالقوة دون الرجوع الى الحكمة والموعزة فبالتالي الاجابة هتكون اخناتون ثلاثة تعبر العمارة عن ثقافة الامم وعن امكانياتها الاقتصادية والبشرية في ضوء مضمون العبارة السابقة كان يتم تقسيم احياء المدينة السكنية في مصر الفرعونية على اساس ديني اجتماعي سياسي عسكري طبعا هنا بيتكلم عن الاحياء الاحياء كانت هناك منازل او احنا هناك احياء خاصة بالطبقة الفقيرة واحياء خاصة بالطبقة الوسطى واحياء خاصة بالطبقة الغنية تمام وايضا برضو كانت المنازل برضو كان عندنا منازل خاصة بالطبقات المختلفة الفرعونية الفقيرة والمتوسطة والغنية والعليا فبالتالي عندنا الإجابة هتكون على أساس اجتماعي أربعا نجح الملك حور محب في إعادة الأمن والاستقرار إلى مصر بعد ثورة إخناتون الدينية من خلال الاعتماد على السلطة التشريعية الثورة المضادة القوة العسكرية القوة الاقتصادية طبعا هنا بنتكلم عن الملك حور محب حور محب جيه بعد ثورة إخناتون الدينية فبالتالي جيه عمل إيه؟ عمل قوانين علشان يحقق الاستقرار الناجم عن ثورة إخناتون الدينية فإصدار القوانين ده معناه اللي هو اعتمد على السلطة التشريعية السؤال اللي بعده يعد الاحتباس الحراري أحد ملامح العصور القديمة العصور الوسطى العصور الحديثة التاريخ المعاصر طبعا الاحتباس الحراري ده بيجنم عن التلوث وعن الإنسان بدأ يبلغ باع كبير أو في التقدم فعندنا الاحتباس الحراري ده أحد ملامح العصور التاريخية التاريخ المعاصر يعني أمامك شكل لعناصر الحكم في مصر الفرعونية أي من هذه العناصر لم يكن لها دور في السلطة التنفيذية الشرطة القضاء الجيش الإدارة المحلية طبعا الشرطة تبع الإدارة المحلية الجيش إدارة محلية وإدارة تنفيذية الإدارة المحلية برضو لها حكم الأقاليم دي برضو تبع السلطة التنفيذية الحاجة الوحيدة هنا التي لم تكن تبع السلطة التنفيذية هي القضاء اخترت القضاء عشان القضاء مكتوب عندك معلومة إسرائية وفي كتاب الامتحان كده مكتوب عندك تحت القضاء كان القضاء يمثل السلطة الثانية في مصر بعد السلطة التنفيذية انا قصد ايه? يبقى القضاء. سبعة. يعد احد العوامل التي ساهمت في تحقيق النصر للمصر في حرب اكتوبر تلاتة وسبعين. استخدام عنصر عنصر المفاجأة الحربية. والذي كان من عوامل هزيمتها في عدوان يونيو سبعة وستين. يعني عايز يقول لك عنصر المفاجأة ده كان سبعة وستين من عوامل هزيمة مصر. فمصر استغلت عنصر المفاجأة ده في حرب اكتوبر تلاتة وسبعين. فبناء العلانة قلته يظل مضمون العبارة السابقة على استخلاص العبر. ابراز القدوة الصالحة. الشعور بالمسئولية. الابتعاد عن التعصب. طبعا الاجابة هنا هتكون استخلاص العبر. لمصر استفادت من اسرائيل في سبعة وستين لما استخدمت عنصر ومفاجأة وضربت الطيارات المصرية وهي على الارض. جات مصر في سنة تلاتة وسبعين استخدمت برضو عنصر ومفاجأة مع اسرائيل. تمانية تأتي الاضافات الجديدة على الحضارة المصرية من خلال كتابات المؤرخين. الكشوف الاسرية الحديثة. كتابات المفكرين والفلاسفة. تطور الفنون والعمار. طبعا احنا بيقولك دلوقتي بناخد معلومات جديدة كل يوم عن الحضارة المصرية القديمة. المعلومات دي احنا عايزينها طبعا تبقى معلومات. يعني تبقى بيور مية في المية واولية مية في المية. فبالتالي هنا الاجابة هتكون الكشوف الاسرية الحديثة. ان كل ما نطلع الكشوف من باطن الارض. هاي ما نكتوب عليها حاجات معينة. ما نقوش نوصل لمعلومات جديدة عن الحضارة المصرية القديمة. السؤال اللي بعده. يعتبر سنوسرت الثالث وحد شبسوت ونخاو الثاني من ملوك مصر الفرعونية العظام. واشتركوا في انتمائهم لعصر تاريخ واحد. تدعيم نفوز مصر في سوريا. تنشيط التجارة الخارجية. اقامة المشاريع الزراعية. طب سنوسرت الثالث وحد شبسوت ونخاو الثاني. سنوسرت الثالث دوروا في المنهج عندنا اللي هو حفر قناة للربط بين البحرين الاحمر ومتوسط عن طريق نهر النيل. وحفر قناة في صخور الجندل الايه الاول. كل ده كانوا ورضوا اعمال تجارية. الملكة حتشبسوت ارسالت بعثة تجارية الى بلاد بند عندنا لجلب الحيوانات النادرة وبعد انواع الجلود وبعد انواع البخور. ونخاو الثاني دوروا في المنهج عندنا اللي هو استعانى برحلة للدوران حول افريقيا استمرت حوالي ثلاث سنوات. يبقى الاجابة يا شباب هتكون تنشيط التجارة الخارجية. عشرة من المدن التي لعبت ادوار سياسية وعسكرية في تاريخ مصر الفرعونية. مدينة اون اخي تاتون اسيتا تاوي واللطيبة. طبعا المدن التي لعبت ادوارا سياسيا وعسكريا في تاريخ مصر الفرعونية. عندنا سياسيا ممكن تبقى ايه? كل ايه? كل المدن دي في فترة وفترات لعبة دور سياسي. عشان كان فيها مقر الحكم. اما الدور العسكري تحديدا هنا نختار مدينة طيبة. ليه? عشان مدينة طيبة يا شباب في وقت من الاوقات خرج منها اسرة الملك احمس وقومه الهكسوس. الواحدة ده اسمه ايه? دور عسكري. حداشر بدأت الحضارة الانسانية في الشرق ثم اتقرت الى بلاد اليونان والرومان في الغرب. في دوق مجبون العبارة السابقة كان هذا الانتقال الحضاري خلال العصور القديمة العصور الوسطى العصور الحديثة التاريخ المعاصر. لولا كالحضارات انتقلت من الشرق يعني من اه عندنا الحضارة فرعونية حضارة فريسية حضارة بلاد العراق الحضارة بنكية. الى بلاد اليونان والرومان في الغرب. فبالتالي انا عايز العصر اللي فيه كل الحضارات اننا انتهى دلوقت. الحضارات الشرقية اللي انا لسه الها واليونان والغرب كمان. فبالتالي العصر الوحيد اللي بيجمع العصور دي كلها هو عصور الدولة القديمة او العصر القديم. اتناشر عصر على مجبرة فرعانية تحتوي عالم مميواء لاحد الملوك وكتابا للموتى. من المتوقع ان يكون صاحب المجبرة ينتمي الى عصر سوري. من المتوقع ان يكون صاحب المجبرة ينتمي لعصر الدولة القديمة الانتقال الاول الدولة الوسطى الدولة الحديثة. هنا يا شباب بيقول لك تحتوي على مميواء لأحد الملوك وكتابا للموتى. كتاب الموتى ظهر في عصر الدولة الحديثة. يبعيني نختار الحديثة بناء على كلمة كتاب الموتى. السؤال اللي بعده الاعتماد على الاساطير وكتابات الشعراء في دراسة التاريخ تجعل الكتابة التاريخية تتسم به الدقة الموضعية المبالغة التحليل. طبعا الاعتماد على الاساطير وكتابات الشعراء في دراسة التاريخ تجعل الكتابة التاريخية تتسم به عندنا المبالغة. ليه؟ لأن الأساطير أصلا كلها مبالغة كتبات الشعراء كلها أيب على المبالغة واحد بيعمل اسطوب جديد في الشعر عايز يوصف المعركة بيستخدم فيها اسطوب بلاغي اسطوب يعني ممكن يكون غير حقيقي بالمرة فبالتالي الكتابة التاريخية هنا هتتسم به المبالغة إذبت تاريخيا صحة العبارة التالية كانت طيبة عاصمة للوطنية والجمال على مر تاريخ مصر فرعونية طيب الدليل على ذلك إيه؟ كانت عاصمة للوطنية حيث قام أمراء طيبة بحرب التحرير عام 1571 قبل الميلاد ضد الهكسوس لاسترداد حرية مصر والتي انتهت بهزيمة الهكسوس وطردهم خارج البلاد عاصمة للجمال حيث كانت طيبة في عصر الدولة الحديثة مركزا للإبداع الفني وازدحمت بالعمال المهرة والفنانين بالجانب الغربي للمدينة 15 استنتج أسباب اختيار مدينة منف وطيبة كمقر للوازيرين في عصر الدولة الحديثة طيب هنا الإجابة هتكون لرغبة فرعون في إحكام السيطرة على الوجه البحري الذي تقع بالقرب من مدينة منف والوجه الإبلي الذي يقع فيه مدينة طيبة 16 كان لمصر منذ كده نفوزا في أفريقيا في دوق العبارة السابقة ما مقترحاتك لتدعيم علاقات مصر حاليا مع أفريقيا طبعا هنا مقترحاتك دي بتعتمد على فهمك وإسطوبك أنت أول حاجة فتح أسواق مشتركة مع دول القرى الأفريقية تخفيض الرسوم الجمهورية مع الدول الأفريقية إرسال البعثات العلمية من الجامعات المصرية إلى جامعات الدول الأفريقية فتح أبواب الجامعات المصرية للدراسة بأقل تكلفة للطلاب الأفارقة وكده انتهينا من أسئلة الامتحان شكرا لكم وياريت دعمونا بلايك للفيديو لو سمحتم ليأتيكم كل ما هو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم